بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الثاني السنوي أهلا وسهلا بكم كل عملا أنتم بخير إن شاء الله هنبتدي مع بعض أشرح المنهج الترم الأول ونبتدي بإذن الله بأول درس اللي بيكلم على التغسية بداية كده نحب نعرف تقسيم المنهج بتاعنا سريعا المنهج بتاعنا عبارة عن 3 شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر 3 كل شابتر 2 شوية لسن هنا عندي 3 لسن وهنا 3 لسن وهنا 2 لسن يبقى الإجمالي عندي اللي هم 8 لسن في المنهج كله إن شاء الله تعالى نخلي بأننا من حاجة مهمة إن المنهج بتاع السنة دي طبيعته مختلفة عن السنة أولى يعني المنهج يبقى فيه دسم أو اللي هو تفاصيل كتيرة جدا لإننا بندرس فيه حاجة اللي هي اسمها علم الفيسيولوجي أو علم وظائف الأعضاء تمام يعني بنبقى محتاجين إن احنا نعرف تشريح أو الأناتومي بشكل مبسط طبعا بتاع الكائن اللي قدامي سواء كان اللي هو البلانت تمام بسنا طبعا نركز على البلانت والهيومن بشكل أكبر ونشوف إزاي كل أورجن بيقدر يقوم بوظيفة معينة لإن ده هو معنا كلمة علم وظائف الأعضاء يبقى لازم تعرف تركيب العضو أو تشريحه ومن ثم الوظيفة اللي بيقوم بيها فالمنهج محتاج مبهود فعلا وإن احنا نركز في التفاصيل لإن كل خطوة نمشي هتحسوا إن احنا بنقول كم معلومات كبير فطبعا همتكم معي أن انتوا تبيضوا المعلومات الزيادة وتكتبوها على اللي هو الملف إن شاء الله لما تتبعوا بإذن الله تعالى طيب عشان نفهم طبيعة منهجنا إحنا لازم نعرف هو هيتكلم عن إيه بشكل مبسط هنقول بمنتها البساطة من أول ما بدأنا سينس في سنة رابعة كنا أخذنا حاجة إن الكائنات الحية إن هي بيكون لها القدرة على القيام ببعض اللي هي البييولوجيكال اوبريشن أو البييطال بروسس اللي هي عمليات حيوية اللي هي بتميزها عن النال ليفينج زينج طب إيه هي البييطال بروسس دي اللي زي النيوتريشن عملية التغذية اللي هي الفيدنج ممكن الريسبريشن اللي هو التنفس عملية الإخراج اللي هو بعد ما يأخذ الأكل ويقضمه ويتخش جوه الخلايا ويتحرق ويطلع منه اللي هي نواتج الميتابوليزم طبعا سبعا عن الكلمة دي قبل كده الريبرودكشن اللي هو يقدر يتقاصر ويزيد في العدد وهكذا كل دي بتقدر تمثل أو تفرق ما بين الليفينج أورجنزم والنون ليفينج سينجز الأشياء الغير حية والكائنات الحية تماما شمام احنا بإذن الله على مدار المنهج بتاع السنة تانية سنوي وتالتة سنوي ان شاء الله هندرس العمليات الحيوية دي بالتفصيل طيب من أهم العمليات المهمة عشان الكائن يستمر في حياته اللي هي عملية النيوتريشن أو التغذية ده بإذن الله هيبقى شابتر وان كله تمام في الليسون الأولاني هنتكلم على مفهوم النيوتريشن وأنواعها وهنبدأ في النوع الأول اللي هو اسمه اوتوتروفيك نوتريشن وده هيظهر معنا كمان في الدرس الثاني عن طريق عملية اسمها فوتو سينسيس بروسس عملية البناء الضوئي ثم النوع الثاني اللي هو من النيوتريشن اللي هو الهيتيروتروفيك اللي هي الغير الزاتية التغذية ودي هندرس فيها النيوتريشن اللي هي المكانات بتاع شابتر وان والثلاث بروس اللي فيه اللي بيتكلموا على النيوتريشن فهنبتدي ان شاء الله النهاردة في الليسون الأولاني وهنعرف النيوتريشن والأنواع بتاعها ان شاء الله هنتوكل على الله ونبتدي ومعليش على المقدمة الطويلة دي لكنها مهمة جدا عشان نفهم أمور معينة وطبيعة المنهج اللي احنا ماشيين فيه اول حاجة بيقول لي يعني كلمة نيوتريشن طبعا ازو اتفقنا من اللحظات ان النيوتريشن دي بتعتبر كاراكتريستيك او فيتشر بتميز الليفينج أورجينيزم عن نون ليفينج سينج بس طبعا الموضوع مش اكل وخلاص ده موضوع فيه سينتيفك ستادي اللي هي دراسة علمية يعني اي دراسة علمية؟ يعني انا هشوفت الموضوع التغذية ده موجودة ازاي في الكائنات المختلفة حوالينا طبعا احنا درسنا العام الماضي التكسونومي وخدنا من اول البكتيريا وبعد كده البروتستا والفنغاي والبلانتز بنوعها وكذلك الانويلز حد وصلنا لأرقل نونز اللي هو الانسان طبعا موضوع النوتريشن اكيد بيبقى فيه او اللي هي اختلافات شديدة فاحنا هنشوف الساينتيفك ستادي او فود وموضوع النوتريشن اللي هي الطرق او الاشكال المختلفة بيبقى فيه طبعا ايه الموضوع النوتريشن اللي هي طرق او اشكال التغذية قل انت عندك تو بروت كلاسفيكيشن اللي هما نوعين او تصنيفين عريضين يعني اللي هما حاجة وسعاوي حاجة اسمها اوتوتروفيك نوتريشن اوتوتروفيك معناها اللي هو كائن ذاتي التغذية يعني كائن بيقدر يصنع غذاءه لنفسه ويتغذ عليه وطبعا اشهر مثال عندنا اللي هي الجريم بلانس وفي حاجة اسمها هاتوتروفيك نوتريشن اللي هي كائن غير ذاتي التغذية يعني ايه يعني ايه غير ذاتي التغذية يعني ان هو بيروح يدور على كائن تاني يكله زي الانسان مثلا انت بتروح تاكل نباتات ما انتكلت جسم النبات او بتروح تشوف اللي هي اللحوم فانتكلت جسم اللي هو حيوان اخر وهكذا طبعا هما دول النوعين الاساسين الاوتوتروفيك نوتريشن يمكن هنا في المنهج عندنا مش مدينة غير ان هي نوع واحد مباشر اسمه اوتوتروفيك انما الهتيروتروفيك او الهتروتروفيك بيبقى في موجود منها تلات انواع حاجة اسمها هولوزويك تمام وحاجة اسمها بارازايت وحاجة اسمها سابروفايت وهناعرف الاشكال بتاعها وكمان الكائنات اللي بتقوم بيها لكن بداية هنتكلم على الاوتوتروفيك نوتريشن اللي هي التغذية الزاتية ونعرف مين هما الاوتوتروفيك او بالاختصار بيقول عليهم اوتوتروفيك اول شيء بيقول لي تعريف الاوتوتروفيك نوتريشن طبعا النيوتريشن دي بيقوم بها اورجينازم معينة لهم نفس الاسم اللي هما اوتوتروفيك اورجينازم طيب انا مش عاوز اقول اوتوتروفيك اورجينازم ممكن نختصرها بكلمة اوتوتروفيك اللي هي كائنات ذاتية التغذية وحيانا بيطلق عليهم كلمة بروديوسرز اللي هما الكائنات المنتجة ليه منتجة لانها بتقدر تصنع حاجة اللي هو الغذاء وكمان بتطلع علينا الاكسوجين اللي احنا كل كائنات الحياة التانية بتعتمد عليه اللي هم عبارة عن كائنات بيقدر ان هما يصنعوا غذائهم الخاص بانفسهم طيب ازاي قال لي سرو كيميكو ريكشن تفاعلات كيميائية تفاعلات الكيميائية لما تحصل جوه جسم كائن حي يقال عليها بايو كيميكو ريكشن بايو عشان جام كيميكو ريكشن اللي هو الاحياء يبقاها تفاعلات حيوية بتحدث داخل خلاياهم اللي هي اشهرها اللي هي عملية الفوتو سينسيس بروسيز عملية البناء الضوئي وهندرسها بالتفصيل في الدرس التاني كمثال على الاوتوتروفيك نيتريشن او حاجة بتساعد في الاوتوتروفيك نيتريشن تمام؟ طيب بايزاي بقا بيتم حدوث الكيميكو ريكشن ديه اللي بتحدث داخل خلاياهم باي كونبرتنج عن طريق تحويل تحويل ايه؟ تحويل طاقة لطاقة طاقة اللي هي طاقة الضوئية من الشمس وعلى فكرة الشمس بتعتبر بالنسبة للبلانت اللي هو مصدر طبيعي للضوء لكن احنا ممكن نستخدم مصدر صناعي يعني زي لانضا او غيره مفيش مشكلة وهنشوف برضو في التجارب بازن لها المهم ان النبات بيستهلك او بيستخدم وبعد كده يحولها لايه؟ اللي يحولها لنوع اخر من الطاقة اللي هي اسمها اللي هي الطاقة الكيميائية ودي طاقة الغذاء الطاقة اللي موجودة او اللي هي اللي هي تمام؟ الفود اللي هو يبقى طاقة الغذاء اي غذاء انت بتاكله بتستخلص منه كيميكو انرجي يبقى نقدر نقول خلاصة في في عملية البناء الطاقي بيحدث تحول مهم جدا للطاقة ان احنا او بيتم تحويل من السورس بتاعها بقى سواء لالي هو كيميكو انرجي طاقة كيميائية بتخزن في الغذاء احنا بقى لما بنيجي نتغزة على الطعام ده ونعمل عملية برضو وهنا اخدها في المنهج عندنا اسمها اللي هو التنفس الخلوي وبينتج عن طاقة اللي هي اسمها يبقى انت تحولت كيميكو انرجي لاتبي اللي هي بتتحول في جسمك بعد كده لكيناتك وهيت انرجي انا شوفوا كمية التحولات بتاع الطاقة دي برضو مهمة طبعا كيناتك لان انت بتقوم تتحرك وهكذا وهيت لان انا كده بعرق بعد الاكلة وبحس بسخونة في جسمي ماشا شباب وهذا هو الوصف تمام طيب تعالوا نشوف ملخص ونرجع بعد كده نشوف هل هي اللي بتقدر تقوم بال أو في كائنات اخرى هنتشف بالطبع ان في كائنات اخرى والنترجع بعد المنهج أول سانوي نشاءالله ذي على منف死 من السنة الرابعة كنات نقوم بالتلقاء وتقبيل ما في انتصاره نقل انا من المتطرف انراء تحتوي بشكل مبسط ونستمر في شكل مبسط لندحد قلي width بدون though لكن بعد كده نبدأ بنحدى المشين من الملغ الاخترى امر بالتصال each other Embal يجب بعض المواد مع passive وهي مواد دخام مثل مواد موجودة في البيئة مثل الووتر والماء والمينرال هؤلاء يمتصون من مين ؟ يمتصون من السويل عن طريق مين ؟ عن طريق الروتس الجزور حسنا حسنا ما الذي يحدث النبات يستهلك من الار يأخذ وهو كاربون داكسيد جاز غير السنوكسيد الكربون كل هذا ليس له قيمة بدون الضوء ويتم مجموعة التفاعلات داخل فيطلع عندي نواتي المينرال والووتر والكاربون داكسيد والضوء تعتبر عوامل ضرورية او نقول عليها كميائيا المتفاعلات المتفاعلات سيظهر عندي النواتي ما هي النواتي نواتي الـ غاز الأكسجين الذي يستهلك النباتي نفسه ويستهلكه و الكائنات الحية الأخرى ويظهر المتفاعلات المتفاعلات المثال الجلوكوز الجلوكوز المتفاعلات التحول للاكسيد النشاء وتتخزن في شيئا لو تفتكروا كان يسمى البلستيدات الشفافة او البيضاء هل النبات ينتج فقط جلوكوز؟ طبعا احنا عارفين جلوكوز وستارش ديمين لا هقول لك بعد كده نبات ممكن ينتج الليبيدز او اللي هي الليبيدات وكبان ممكن يديني اللي هي البروتينز وديه معلومة جديدة بالنسبة لكم يعني النبات بيقدر ينتج كل انواع الغذاء اللي احنا اخذناها قبل كده اقول لها كده اسمها بيولوجيكال مكرو مولوكي طيب ده الساموري بتاع الفوتو سنسس بروسس ايه الكلام الجديد بقى كلام الجديد ان انا عندي الحاجات اللي استخدمها النبات بتتميز بحاجة يعني اللي هو الووتر او بلاش نتكلم عن الووتر خلينا نقول مثلا عن اللي هي المنرال سولس على سبيل المثال تمام وهي البروتكت اللي هي كانت متمثلة في الكلوكوز تمام؟ طب اخترت دول ايه بالتحديد لان احنا درسناه قبل كده في موضوع الورجانيك والانورجانيك تمام؟ طبعا النبات بيستخدم مع المنرال سولس ما قلنا الووتر والكاربون ديوساي تمام؟ وينطبق عليه نفس الكلام اللي اقوله دلوقتي طب المنرال سولس دي اللي هي مع بعض الحاجات دي وخلال الفوتو سنسس بتتحول الجلوكوز وبيطلع اللي هو الاكسجين كسكندر بروتكت فاللي بيحصل؟ المنرال سولس دي بتتميز ان هي تركبها سيمبو بتكون بسيطة بتبقى انورجانيك يعني غير عضوية لان الورجانيك تفقنا من السنة اللي فاتت لازم يكون فيها كاربون وهايدروجين بشكل اساسي وكمان تكون تمام؟ انما المنرال سولس عادة بتكون حاجات اللي هي تركبها بسيط مثلا زي ابلح صوديو مثلا اني اتش سيو اسري مثلا هتركبها بيكون ابسط بعكس الجلوكوز اللي هو سيكس اتش تولف شوف فرق عدد الزرات كبير جدا طيب سيمبو وانورجانيك وكمان بتتميز ان هي بتكون اللي هي منخفضة الطاقة دي ايه؟ دي اللي هي الرياكتنت اللي دخلها في الفوتو سنسس بروسيس وده برضو كأولاد تلقوا بينطبق على الوتر وكمان القربون دايكسايد كرياكتنت لما بيطل عندي الجلوكوز الكلوكول هل هو سيمبو؟ لا بيكون كومبليكس بيكون معقد زي ما احنا قلنا وفاكرين السنة اللي فاتق وانا بناخد معقدة ليه الكربويدريتس وهكذا لا بيكون اورجانيك احفظوا المواصفات دي كويس جدا هل بيكون نو انرجي؟ لا ده بيكون هاي انرجي طيب انا فاهم كومبليكس وارجانيك هاي انرجي لو انا رسمت اللي هو او الشكل الخطي بتاع الجلوكوز هتلاقي شكل عامل كده اللي هو وعليكده هنا مجموعة وهنا 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 لا وهنا رئيح وهنا 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 واخرد وذا وبعد ذلك عندما يخش الجلوكوز لجسم النبات نفسه او اجسام الكئنات الاخرى مثل حيوانات او غيره يتعرض لشيء اسمه اللي هو التنفس الخلوي فما يحدث التنفس الخلوي نستخلص بقى الطاقة الكيميائية اللي موجودة داخل الروابط دي في جسمنا وتتخزن في الاتي بي زي ما قلنا من شباية كمان تتحول لهيه توي كيناتك انرشي فهي عبارة عن سايكل او حلقة مرتبطة ببعضها يبقى لازم نعرف ونركز قوي قوي عشان الاسئلة اللي هتبقى في الهومورك ان شاء الله عن مواصفات الحاجات اللي بيستخدمها النبات والحاجات اللي بينتجها النبات فدلوقتي نقدر بقى نقول الملخص اللي احنا قلناه ده بيقول لي زي زي دي عيد على الاوتوتروفز شكل عام مش الكلين بلانس بس مثل السيمسيسيز كومبليكس هاي انرجي اند اورجانيك فود كومباوند ويحتاج التغذية ليه وليه نحطها على رأس الفيتال بروسيز مهمة لكينات الحياة لانها محتاجينها للبادي بلدي ما هي الفود اللي بتتميز بالتالي كما قلنا من شباية الكاربويدرات اللي هي مثلا في الشجر والسطارش الشجر الزيادة من التخزن في السطارش وطبعا انا من شوية على الرسم قلت النبات بيكون البيولوجيك الماكرو ميكسيز الثانية اللي هي الفات و البروتين طب بيجيبها منين قال لي فروم سيمبل رو مواد خام بسيطة موودة في البيئة لكن بميز انها كما قد تستخدم ضوء الشمس من الصم اللي تستخدم ضوء الشمس او اي مصدر اخر اللي تعمل مع جموعة التفاعلات اللي احنا قلنا عليها بايو كيميكا الرياكشن اللي هي متمثلة في الفوتو سنسيز بروسيز دي مثال من عمليات اسمها ميتابوليزم اللي هي عمليات الايد احنا خدنا السبب اللي فاتت ان في منها انابوليزم اللي هي بناء وكاتابوليزم اللي هي عملية الهدم طب ايه الفرق ما بينهم الانابوليزم البناء ده بيحتاج طاقة وده بالفعل حصل عندنا في الفوتو سنسيز بروسيز لان انت بتحتاج الطاقة الضوئية انما الكاتابوليزم ده اللي هو بيطلع طاقة او بينتق طاقة ده بيحتاج طاقة انما ده بريديوسز انر جي بينتق طاقة زي مين زي عملية السلولار ريسبريشن ايبا هنا المثال عندي الفوتو سنسيز انابوليزم لانها بتحتاج طاقة عشان تبني اهو تبني الحاجات دي انما الكاتابوليزم بيقصر عشان كده بينتق لي اللي هو بينتق لي طاقة على هيئة اللي هي اي تي بي تمام يبقى احنا نخلي بالنها من الحاجات دي وطبعا طبعا هندرسهم بالتفصيل المهمية لازم قلنا الفوتو سنسيز و السلولار ريسبريشن وهناعرف اللي هي العضيات اللي هو الخلية اللي بتساهم في حدوث دي طبعا احنا عرفين الفوتو سنسيز بيتم في الكولورو بلاست او الجرين بلاستاد انما السلولار ريسبريشن كان بيتم في الميتو كوندريون اللي هي الميتو كوندريون تمام طيب دلوقتي نرجع بقى نشوف ايه هي الكائنات الاخرى اللي ممكن تعمل اللي هو موضوع الفوتو سنسيز او الاوتوتروفيك نوتريشن على وجه التحديد في العام الماضي درسنا تكسونومي والتكسونومي خدنا في 5 كيندمز اللي هم 5 ممالك وكان عندي اول كيندم اللي هي كيندم مونيرا ودي كانت خاصة بالبكتيريا كان عندي حاجة اسمع اركبكتيريا وايوبكتيريا البكتيريا القديمة والبكتيريا الحقيقية نركز بقى اول حاجة كده لو مجينا على النيوتريشن بتاع الايوبكتيريا كان بيقول لي اذا في بكتيريا اوتوتروفيك مش دايما البكتيريا حاجة سيئة او اللي هي دايما تروح تتغز على القسس وتبقى سابروفايت كمثال على الهيتيروتروفيك لأ هي في اوتروفيك ساتش از ايه حاجة اسمها سيانو بكتيريا والمثال اللي عليها اللي هي النستوك انما قال لي هيتيروتروفيك فاذا انا دلوقتي لو جيت اروح للامثلة الامثلة الي عندي على الوتروفيك هلاء هنا موجود عندي في الي impose بالبكتيريا منطب знаком مونيرا اللي هي الطلاعيات اللي في عندي التي هي والمثال اللي عليها انiche صراح الله اللي هي البدايات كان عندي فىيلم بروتوزوك بس لدي من بها اي حاجة كمiu كان عندي جلينوفيته وكريزوفيده وبيروفيته spoинки اليكلينوفيتا والبيروفيتا دي من الحاجات اللي كانت موجود فيها الاساطي اسيوكلينا وحاجة اسمها دينو في الجلات طيب دول مالهم او ازاي هما بيعتبروا ايه اوتوتروفيك طبعا لو جيت اشوف فايلا ميكلينوفيتا اللي هي عليها المثال لو جيت ابوص على الستراكشر بتاع اليوكلينا هنلاقي موجود اللي احنا عندناها كلوروبلاست ازا ما احنا شايفين كتير منقودها والكلوروبلاست بتبقى مليانة بصوّط ايه الكلوروفيل وهنا نيجي لسؤال مهم هو ايه اللي يخلي حاجة زي النوستوك دي تعتبر اللي هي اوتوتروفيك طبعا هي بيكون يا ولاد فيها حاجة اسمها اصباغ او بيجمنس وبالاخص الصبغة المسؤولة عن حدوث الفوتو سينسسز اللي هي الكلوروفيل بيجمنت هي دي الاساس اللي تخلي الكائن ده يبقى اللي هو اوتوتروفيك لانها بتقدر تنتص اللي هو الصن لايت او ضوء الشمس سواء الكلوروفيل اللي ده كانت فري عايمة كده في اللي هي او موجودة في حاملات اصباحها جاسمها كروماتوفورز او ان هي مترتبة جوه كلوروبلاست اللي هي الجرين بلاستيز الفكرة ان انت بس يكون عندك اللي هي الصبغة دي فطبعا هنا اليوجلينة عندها الصبغة موجودة او مترتبة داخل اللي هي كلوروبلاست تمام طب هل البيروفيتا او اللي هي الطحالب النارية وكانت متمثلة في الدينو في الجلاتة وكانت اسمها فايتو بلانكتونز اللي هي الهائمات البحرية هل دي موجودة عندها اللي هي كلوروبلاست لا انما عندها مين عندها البيجمنت اللي هي الفتاع الكلوروفيل تمام كان عندها نوعين من البيجمنت اللي هي اهو هنشوفهم مع بعض كان واحدة لونها احمر والتانية اهو كان لونها اللي هي الكلوروفيل بيقول لي طبعا اه زي كونتين اللي هو ريد بيجمنت اللي هي صبغة الكلوروفيل تماما شباب يبقى دي برضو من الامثلة التانية لموضوع الاوتوتروفيك اورجنزمز الكيندم اللي بعد كده كانت هي كيندم فانجاي وهو الراجل رايحني قال لي قال اللي هما كلهم غير ذات التغذية اللي هو متطفل اللي هو مترمم فهو كده رايحني تمام بعد كده كان عندي كيندم مهمة وكبيرة الى حد ما اللي هي كيندم بلانت اللي هي مملكة النباتات كان في عندي حاجة اسمها هاير اوجي اللي هي التحالب الراقية وفي نون فاسكولر بلانت الهاير ارجي كان عندي رودوفيتا اللي هي التحالب الحمراء ودي كان فيها بولي سايفونية عشان فيها اللي هي شغيلة ريد بيجمنت حاملات اصبغ في يانون احمر وفي اه فيوفيتا الاسف البنية فيوفيتا الفيوكاس وكلوروفيتا اللي هي سبيرو جايرة والكلاميدونس ودي بقى ايه تهمني اوي اوي تمام يعني اخلاق عدينا الهاير ارجي اللي هي عدينا الرودوفيتا والفيوفيتا هنخش على الكلوروفيتا اه طبعا احنا متذكرين دول القلاميدومونس اللي هو كان عنده شنب كده بس عنده كلوروبلاست اهيه وتبقى قاب شيف فالكلاميدومونس او جي تايوني سيليولار ايت كونتين قاب شيف بلاستدس وطبعا فيها البيجمنت اللي بتساعده بالفوتو سينسيس بروسينت الاسفايرو جايرة او جي ده يعتبر موتي سيليولار هو بيبقى عبارة عن خيط طويل والخط ده متقسم او لكن لو نيجي نشوف البلاستدس بتاعته اهو عنده بلاستدس فهنا ده برضو من كمسال عليها يبقى احنا برضو تذكرنا اللي هو هنا اهو كيندم اوجي في حاجة سموك لوروفيتا او جرين اوجي زي الكلاميدومونس اهو والاسفايرو جايرة اهي تماما الشباب وبعد كده الكندم بلانت طبعا كل النباتات الخضراء بتقدر تعمل الفوتو سينسيس بروسيس اه واللي هو الانمو طبعا ما فيش حاجة فيها اللي هي اه اللي هو بتاعها ان هي بتبقى الهتيرو تروفك كاي وكده بفضل الله انتهينا بنشرح الجزء بتاع النهاردة اللي احنا اتكلمنا فيه على بشكل مفصل بعض الشيء وراء الجاية في فيديو بسيط هنتكلم على الجزء ده برغم من انه مفهوش كلام كتير قدامنا لكن هيتم اضافة كلام كتير انتوا هتكتبوه معايا موجود هل ده معنا ان انا مش كاتبه بالمزاجي لا لا ايه هو الكتاب انا ملتزم بالنص بتاع الكتاب لكن طبعا زي ما انتم شفتوا النهاردة قعدنا نسترجع حاجات من سنة اولى وبالفعل احنا كده هنسترجع حاجات من اول سنة رابعة ان شاء الله لا ما نجد اخد الجزء ده بتاع الهولوزوي والبرازايت والسابروفايتز ونعرف ازاي بتتم الطريقة دي والدي ودي كامسلة على او انواع او طرق للهيدرو تروفك نيوترشن عملا اتمنى ان شاء الله كنوا استفدتم من الفيديو واتمنى دعوت اصدقائكم من شاركة في القناة والاستفادة من محتوىها وان شاء الله هيكون عندنا تطبيق هسيب لحضراتكم الرابط بتاعه في الوصف بتاع الفيديو التطبيق ده هيترفع عليه طبعا الفيديوهات فيما بعد طبعا هيتكون مقابل مادي بسيط ان شاء الله تعالى وكذلك هيتم رفع ملفات البي دي اف الحديثة لهذا العام الفينتة عشر ربعة وعشرين تمام اه في طبعا ملفات للعام الماضي بس كان طبعا فيها المنهج يعني كان غير مرتب بسبب كان فيه تعدد مصادر وكان مطلوب من هنا نحن نعود نشوف كذا مصدر لكن طبعا الكلام ده تلغى ورجعنا ركزنا في المصدر الاساسي بتاعنا اللي هو كتاب المدرسة ان شاء الله وبعض الكتب الخارجية من اهمها كتاب الماصل اه كذلك هيتوفر على التطبيق اللي هي اختبارات الكترونية وكذلك الاسبوعيا وبعض اللي هي التانية ان شاء الله اللي هتعايبكم وتكون مسمرة ومركزة وجامع لحضراتكم في مكان واحد ان شاء الله اه باذن الله اتشار رب من دماؤكم وارب يكون الشرح عليكم باذن الله تعالى وفي النهاية بسألكم الدعاء الوالدي والجميع بغطر المسلمين بالرحمة ونغفرها شكرا لكم كان معكم مصدر عبر مدين واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله تعالى